زعيم العمليين كيرس تارمر وهو يدخل إلى مكتبه كرئيس للوزراء في عشر داونينغ سريت بعد أن منحوا البريطانيون أصواتهم بسخار فالعمليون أنجزوا واحدة من أكبر الأغلبيات في تاريخ مجلس العموم العمليون يتولون الحكم وآمال كبيرة يعقدها الشارع على أدائهم خاصة فيما يتعلق بالتغيير في السياسات وإعادة إطلاق الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية من السهل الحديث عن التغيير ولكن من خلال هذه الانتخابات ظهر أن الكثير من الناس لم يفهموا المغزى من هذا التغيير وكيف يمكن الالتزام بتنفيذه فبقدر ما رفع العمليون من سقف ما ينتظر منهم أنصارهم بدورهم رفعوا سقف التوقعات وإن لم يسارع العمليون بتنفيذ ما وعدوا به فالوضع سيكون صعبا بالنسبة لهم بقدر السهولة التي حققوا بها أغلبية كبيرة في مجلس العموم أعتقد أن المحافظين فقدوا الطريق أعتقد أن بإمكان العمليين الآن أن يهدوا الأوضاع وأن ينفذوا بعض الإصلاحات المعقولة إلى حد ما في مواجهة التحديات التي واجهها المحافظون أعتقد أن الأمور ستتحسن من تلقاء نفسها إلى هذا الحد بإمكانهم أن يحدث التغيير سنرى كيف سيتصرفون التوقعات التي رافقت عمليات فرز الأصوات لم تخطئ فالعمليون حصدوا عددا قياسيا من المقاعد وأعادوا إلى الأذهان العهد الذهبي لحزب العمال أيام طوني بلير أعتقد أن على العمليين أن يثبتوا أنهم يستحقون هذا الفوز وذلك من خلال أداء جيد يتجنبون فيه الوقوع في الأخطاء التي ارتكبها المحافظون الذين شابت تسيرهم الكثير من الفضائح والأخطاء إذن هذه فرصة العمليين كي يثبتوا أنهم يستحقون هذا الفوز سنرى إن كان بإمكان العمليين أن ينجزوا ما وعدوا به في برنامجهم الانتخابي خاصة في مجال الحد من الهجرة سنرى ماذا سيفعلون في هذا المجال وبرز في خضم فوز العمليين دخول حزب إصلاح بريطانيا البرلمان وعلى رأسه زعيمه نايجل فارج الذي يلتحق بمعترك الحياة البرلمانية بأولوياته المتعلقة بالحد من الهجرة إنه تسنامي العمليين كما وصفته الصحافة لكن بخلبية أن الفوز الكبير قد يشجع الناس على عقد آمال قد يصعب تحقيقها فالحكومة الجديدة ستواجه منذ البدء كل أنواع المشاكل القديمة التي سببت الكثير من المتاعب لسابقته الثانواتي أبوظبي كمال علواني لندن